نفسية وكلنا المرة اليوم في تعب وضيقة ومالنا خلقوا زعلانين وهالامور ما في احد ما عنده ضغوطات ما في منو فينا ما عنده ضغوطات منو احمد الغريب ما عنده ضغوطات عنده ضغوطات ببيته وهالامور كاله منو فينا مخرجنا محمد عز زوجته بالبيت قاعدة وولده بالبيت وامه مريضه مسكينه في مصر منو عندنا المهندس مالنا سمير رحمة الله عليه ابوته وام توفي الله يرحمه والده تبروه هناك يحاتي اه كل واحد فينا اليوم عنده ضغوطات اليوم مبراسة وعنده تفكير وشلون وش حقه وابي ادفع اجار وابي اسوي مش عارب ايش هذي مسؤوليات الحياة متواجدة ما تغير فيها شيء ما تغير فيها شيء طلبات اليهال هي طلبات اليهال الامور تغير عندك روتين الحياة فقط قبل كالنوان ارجع لبيوت دوانية وقعدة وسوالف ومش عارب فيش ونطوع اليوم ما عاد في دواوين هذا الشي تغير في حياتنا تحولت دوانية الى البيت قبل ما كلنا نشوف عيان نوايد حين قبنا نشوف عيان نوايد قبل ما نقعد ما احرين من نوايد حين قبل انتي اربع عشرين ساعة ما عرفي جاتت شو ماركاتش وطلعاتش ودنيا حين فخفيتي من الماركات والدنيا وقمت الجابلين بيتش وقمت عليها قبل اربع عشرين ساعة الخدامة تطبخ انتي رحين شوي قمت جابلين المطبخ وتعرفين المطبخ قبل تدقوا على فلان وفلانتان ومطعم الفلان رحين قمت الجابلين والطبخين وتعرفين قمت يتنطفين قمت يتسوين قمت يتجابلين ماك شي تغير تي على فعلا الواقع انا اليوم قاعد اتكلم في هذه المقدمة لانه وايد مسجاد قاعد تيلي زهقنا طاقة شبنا ملينا ليش النفسية هذي ليش النفسية هذي ترى كل واحد اليوم عنده عمل وعنده شغل احنا نطلع من تسع الصبح ونرجع ساعة خمس العصر انا اليوم اطلع اروح البنيان وجاب العمال وحر وشمس وارجع اه الظهر اه اه عندي شغل واروح الشركة واي مرة ثانية اهني لما تصير ساعة ستة ونص خلاص افصل حياتي انتهى الموضوع ستة ونص عندي برنامج معين اقوم اتوضع اتجهز اصلي البس اطلع ايهني اربع ونص عندي مكالمة بيني وبين محمد عزوي اه احمد الغريب حلقة اليوم واحد اتنين ثلاث اربعة شنو راح نسوي شنو راح نتكلم شنو خلاص هذا